موسيقى 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 السلام عليكم اليوم حبيت نتكلم على مشروع يعني فكرة مليحة جدا إذا كانت تتحقق في مدينة بيجايا ونروح نشوف المكان اللي راح الفكرة هذه تنجزت فيه وهو في الحقيقة يخص يعني إنشاء مستشفى في مدينة بيجايا وبالأخص في منطقة سيد علي البحر هذه المنطقة اللي يسموها سيد علي البحر لجايا بالقرب من مطار بيجايا وهذا الفكرة هذه هي أنه كان هنا حي سكاني يعني إنجيزة من طرف الدولة طالب بيجيه تاع بيجايا والحي هذا يبقى يعني لم يسلم إلى السكان تاعه وكان فكرة أخذ جديدة هي أنه كان ناس في مدينة بيجايا تكلموا على تحويل هذا الحي هذا إلى مستشفى ونروح نشوف الحي هذا وهنا رأنا في الحي هذا اللي جاي في منطقة سيد علي البحر القريبة من مطار بيجايا وكذلك قريبة من ميناء بيجايا ونشوف وينه هنا الميناء تاع بيجايا من هنا من جهة هذه والمطار رغم الجهة هادية والمدينة تاع بيجايا رأي هنا وهو يعني الموقع هذي يعتبر موقع استراتيجي موقع جيد جدا والمنطقة هذي منطقة يعني مهيئة منطقة من ناحية تهيئة الأمرانية نشوف هنا الطرقات مخدومين في كل مكان يعني شيء مليح وهتى هنا داروا له السيجل تاع الأش أش يعني يظهر يعني اللي يرمز على لبيطال نشوف هنا أش وهي كان هنا قاعة العلاجات سالدسوان لكن ماذا بينا هذا الأش هذا يولي هنا في المنطقة نمتع المستشفى هذا اللي إن شاء الله يتجسد الفكرة وهنا نشوف هذه البناية هنا هايليك هنا بناية هنا ونشوف البناية أخرى هنا بناية بناية كبار ما شاء الله والمنطقة تليق باش تكون مستشفى جامعي في مدينة بيجايا وبعدين نشوف نروح نشوف بعض الصور نتعلم المنطقة هادية إذن الفكرة هذه هي تحويل المكان هذا إلى مستشفى وإن شاء الله فعل خير نحن نتكلم عليه وإن شاء الله نزيد باش نرسخوا الفكرة هادية في الأذهان من المسؤولين لأن الفكرة جيدة جدا وهذا المستشفى هنا إذا كان تجسد راح تكون عنده سيعة 500 سرير يعني من أكبر المستشفى في الجزائر وذلك شيء مفيد جدا للمنطقة تابجايا وللاريجون كامل يعني في الولايات المجاورة إذن هذه هي الفكرة وهذا هو المكان ونشوف هنا نحاول ناخد باش ناخد فكرة على المشروع نشوف باللي الطولة هنا هو هنا لاكس هذا لاكس سنترال الحي هذا فيه 160 متر يعني بما فيه الكفاية لتكوين لتكوين مستشفى وهنا عندنا أرضية ممكن تليق تكون فيها باركينج يكون فيها يعني يكون فيها ملحقات أخرى إذن هذه هي الفكرة تحويل الحي كانت تابع للو بي جي ماشي حوله إلى مستشفى جامعي بخمسمائة سرير وإن شاء الله الفكرة هذه تتجسد ونخليكم تشوفوا الصور انتع المكان هذا وانتع الحي هذا في بعد نهاية الشرح هذا تاع جوجل والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة